سلام عليكم حبيباتي وأهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي نتمنى يا رب أن أحوالكم تكون بخير وعلى خير وأمركم هانيا ونقول لكم عواشركم بروكا يدخل عليكم ربضان بالصحة وبلهنة وكل ما تمنته يا رب إن شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم قدرنا على صيامه وقيامه اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله يا أرحم الراحمين يا رب كما وعتكم سبق لي وعتكم أني راح نشارك معاكم برنامج رمضان جد اقتصادي يعني البرنامج هذا صدقوني في متناول الجميع اللي عنده يقدر يديرو واللي ما عندوش باغاي يقدر يديرو لأنه غير مكلف صدقوني غير مكلف نتمنى أنو هنا لإعجاب بتاعكم إلا عجبكم نجيته باتخ ليولدي لا يكتب اقتراجيوا البروغرام هذا مع أحباباتكم نروحوا البروغرام كما راكم تشوفو قسمتو اليوم الشربة طبق الرئيسي زيد المقبلات التحلية الصحور والمشروبات نعمل مو بإذن الله وبإذن الرحمن أول أيام رمضان راح يكون 13 أفريل إلا كان ماشي 13 أفريل راح يكون 14 أفريل وانتو معك سولادات سيبان غاف بالنسبة للبنات اللي حابين يديرو كابتور ديكهم أول نهار نحن نديرو الشربة شربة فريك شربة فريك زيد مطلع الطبق الرئيسي والمقبلة بطاطا بالبيض زيد بوراك زيد سلاطة الصحور بسبسيسة بالتمر المشروبات غازوز اليوم الأول يعني اعتمدت فيه لأنه على بلكم بالنهار الأول ما كيناكلوش فيه بزاف يعني النهار الأول كيجي شوية متعب كيجي شوية يعني كينتعكمو فيه ما كيناكلوش تخيط خبيان جوكو حبيت نخفف في المأكلات اللي فيه كان يقولك نبدأو بحاجة حلوه طاجين الحلولة كل واحد حر في اللي حبيديرو اللي بخوغام هذا قابل للتغير قابل للزيادة قابل للنقصان أنا أعطيت لكم يعني إنباز اقتصادية اللي حبي يمشي عليه يمشي لي حبي بدلوه للغير فيه حسب الدوق دياله تقدروا تغيروه حسب الأدواق التعكم كيما قد كيما نعتمدت هنا كيني كيقولو رمضان يعني كين طيبو حاجة حلوة سيميو تخلعني لنا بالحلوة أنا يعني في عود ما نروح ندير الطاجين الحلو مكلف اللي عندو و لا بس به ما عليش يدير وش يحب اللي ما عندوش ميرحش يكري الفراسه اللي يكري الف خاطره لأنه موجود التمر والتمر حلو اللي يحب يعني يكسر صيامه والصيام يكسرو بالتمر والحليب أحسن أنك تروح تدير طاجين الحلو اللي عندو لهم مبارك اللي ما عندوش يعني التمر والحليب كافي بأنه يكسر أو يبدو رمضان تعو بحاجة حلوة تبقى كأفكار فالا لو كاتوغس أفغيل شربة فريك زيد مطلع هنا شربة طيبوها اليومين شربة فريك طيبوها تقعد اليوم يومين يعني بش نقصو شو يتعب علينا البروغرام هذا اعتمد فيها الاقتصاد وثاني بش نقصو التعب علينا يعني أننا نتفرغو العبادات التعنا نتفرغو الأشياء الأخرى اللي فيها أجر بكو بلس على بالي بلي طياب فيها أجر ولكن يعني العبادات تبقى بالأجر التعها بالدوزيام جوغ كيما كود الكمشربة فريك زيد مطلع تديروه بغ دو جوغ المطلع تديروه تاع دو جوغ وتخبيفه كونجيلاتور وتضي من داك تجيبه الطبق الرئيسي ديرت بيتزا زيد سلطة أرز زيد معكودة التحليه ديرت قلب اللوز الصحور ديرت بسيسها بالطمر كما النهار الأول التحليه هنا كيما ديرت فلان وهنا ديرت قازوز مشروبات جو بونس قولتها الزهيمر بداي بداي يخدم كل كيم هناك قلب اللوز تقدرو تديروه رح نشاركوه معاكم في الأيام المقبلة يعني اليومين هادو اللي جايين رح نشارك معاكم طريقة قلب اللوز صغير بالملعقة سهل سريع يحضر في دقائق يعني بلا ما تروحو تشريوه بسيسة بتمار وعصير نبدله الوكنز أفغيل يعني ثالث أيام رمضان رح تكون سوب سوب أنا ديرت هنا سوب بتاع الجريوات رح هي موجودة في القناة تاعي حدتها لكم يعني اقتصادية سهلة وسريعة والأهم من هدا بنينة بنينة بالبزاف زيد خبز الدار الخبز الدار على بلكم بنتطيبوه بليلتو يتاكل سي ميو هنا اعتمت سوب سوب الجريوات أو أي سوب سوب البطاطا سوب الخضر أي سوب يعني تفضلوها علاش باش نخموشوها في الصحة في شهر رمضان لأنه لسوب صحية نديرو دو جوغ فريك نهار سوب دو جوغ حريرة بأكزامبل نهار سوب هكذا باش نقطعو يعني نربحو يعني راحتنا أولا وننقطعو يعني هادا ك التسلسل تاع الشربة فريك شربة فريك شربة فريك شربة فريك يعني رايحو شوية ليس طوما تانا فلا طبق الرئيسي ديرت حميس زيد فريط زيد سلاطة التحليه ديرت سلاطة فواكه صحور مصفوف زيد البن اللي كان قلت المصفوف كل البن أو الحليب المشروبات غازوز أو شاربات لكم الاختيار هنا نجيو لسيز أفغيل ديرت شربة حريرة بدلت شوية سيتحبو تعاودو ديرو شربة فريك ديرو شربة فريك يعني كل كم هدا يبقى حسب الأدوك شربة حريرة زيد مطلوع طبق الرئيسي ديرت قراتان البطاطا باللحم المفروم زيد ديميني بيتا زيد سلاطة التحليه ديرت فلان الصحور ديرت بريوش بالحليب تشريوه ولا تخدموه المشروبات عصير لديسات أفغيل ديرت حريرة كيما كود الكيمكي الطيبوش صربة ولا الحريرة تبقى الدوجوغ يعني تديروها اليومين نفس هال مطلوع نفسه ما تعودش طيب طبق الرئيسي ديرت سوفلي زيد حميس باللحم بالخضر بالبطاطا بالفلفل بأي حاجة متوفرة عندك مهم يلا كان عندك حط الحم لكان ما عندكش بالخضر حميس زيد كيش بالطونة او بالخضر المهم الحاجة المتوفرة عندك التحلية ديرت بسبوسة الصحور ديرت بسبوسة اوتوماتيك مور حتكعد لك الصحور البسبوسة زيت معها الفلون المشروبات القزوز او العاصير او الشربات اي حاجة تفضلوها هنا الو 18 افريل 18 افريل ديرت سوف تاع البطاطا اي سوف تفضلوها المهم كتلك من قطعوه توجوغ زيد كسرا ارخساس الطابق الرئيسي ديرت طاجين تونسي او طاجين الجبن زيد بوراك زيد سلطة بالاروز التحلية ديرت زلبية سوى تحضروها سوى تشريوها صحور ديرت بسيسة زيد تمر علش صار اني نعتمد في البسيسة لي انو صدقوني باللي مو قوية تعطيك الوحد لا فخص باش تكمل نهارك غضي من داك يعني رهيبة يعني هي مليحة للصحة سيبوصار اني نعود فيها بزاف و او بلوس ديسة رخيصة يعني غير مو كاليفة المشروبات قدرت اعصير ل 19 افريل او 19 افريل ديرت شرب افريق زيد مطلوع بيانسيوغ تقعد لدوجوغ طبق الرئيسي زيد المقبلة ديرت كريب محشيين باي حاجة سبكلي وديرت لكم هذا الكريب محشي بلا بيشامل والشامبينيون يعني ما فيه لا الحم لا حاجة خلاف كي يجيب ولا اروع واقتصادي وسهل وسريع زيد الحميس زيد بطاطا بالبيض التحلية الفلون الصحور الفواكه زيد حليب مبالا و المشروبات ديرت كاسوس هذا الاسبوع الاول ان شاء الله راكم تفهموا الكتيبة تعيلي انو شوية انا والكتيبة ما كينتفهموش ولكن يعني نتمنى انو يكون واضح بون روحو عشرين افريل ديرت صرب افريق باذن الرحمن زيد حميس زيد صلاة ساعة ساعة ونقل شروح لحينة يعني لابيري بالدجاج على بلية حين تقولوا شوية مكلفة ولكن رواركيتو باللي في البروغرام ما فيش حاجة غالية سيجيست يعني النهار هذا كيكة الشوكولات سبقني وشاركت معاكم كيكة الشوكولات فماشان اقتصادية يعني الاقصى درجة وناجحة مليون بالمئة صدقوني البنة التحام نحكي لكم شعليها اقتصادية درجة ما تصوروها شروحو وشوفوها اي موجودة في القناة هذك هي كيكة الشوكولات اللي نقصدها هنا سهلة وسريعة وناجحة مليون بالمئة مسفوف بالحليب وشربات المشروبات 21 افريل شربة العدس الاحمر بالخضر كنت لكم توجوه نقطعوه اللي دوجوه هذك تاع الفريق ولا تاع الحريرة شربة فريق او الحريرة بإنسوب هنا درت شربة العدس الاحمر بالخضر يعني جد صحي وزيد كسرة رخساس او خبز الدار المقبلة والطبق الرئيسي كيش بالتونة زيد معقودة زيد سلاطة التحليا تحليا طبق الرئيسي السحور بريوش بالحليب ونشروبات عصير او شربات اللي تفضلوا 23 افريل طبق الرئيسي طبق الرئيسي طبق الرئيسي طرجين الجلبانة زيد سلاطة التحليا السحور فواكه زيد حليب وشربات 24 افريل شربة المقبلة زيد خبز الدار هنا شربة المقبلة تقدروا تديروها غير لنهار كم تقدروا طيبوا الصوس طيبوا الصوس تنحيوا والاقوب من دي اللي سوف تفضلو بها النهار هاداك تقدروا تديروها مين بقضى جو نحيو الاقوب من دي تخفيها الفضل المقبلة العرب من دي السحور تحضر اللي بقى تلكو يلحق الوقت تشيرو فيها جسد الفضل المقبلة والفضل الذي تكون جاهز و تضيدوا تضيف خبز الدار وتضيفه و تكونجليوه زيد خبز الدار الطبق الرئيسي شاورمة كل فخيت معها زيد فخيت زيد سلاطة تحلية زلابية صحور مصفوف زيد الحليب وغازوز 25 افريل سوب بالخضر زيد كسراء الخصاس و هذا الشربات زيد كسراء الخصاس الطبق الرئيسي محاجب زيد معقودة زيد سلاطة كما كنت لكم نهدر و نعود بأن البروغرام هذا قابل التغيير للزيادة والنقصان التحلية بسبوسة صحور بسيسة بطمر زيد الحليب وعصير 26 افريل شرب افريق زيد مطلع بوردجو بيزا كاري زيد طاجين للجبن زيد سلاطة تحلية كيكات الشوكولات كما موجودة في القناة ستكوني نهار تجربوها لا تزيدوش تستغنوا عليها صحور فواكه بالحليب و نشربات شربات فواكه فواكه 26 افغيل شرب افريق زيد مطلع كنت لكم تقعد بوردجوغ الطبق الرئيسي هنا بما انه بإذن الرحمن رح يكون النصاف شهر رمضان المبارك على بلكن باللي في العادات والتقاليد الجزائرية في النصاف نحضره حاجة تقليدي حاجة بالطبع طبق تقليدي انا هلنا ديرت شخشوخة بالدجاج زيد بوراك زيد حميس زيد سلاطة سلاطة كما نقولو تعريش ريش هذا النهار يعني في شوية لفخة مي كما نقولو النهار اللي لازمنا يعني هذا هو النهار اللي لازمنا يعني ماشي لازم لازم علينا ولكن يعني من باب انه ماشي نحتافلو ولكن نفرحو باننا كملنا النصف اللي حقنا للنصف طاع رمضان كما قودلكم هذا هو اللي بخو قاملو منو اللي ديرت وطاع المصاف وكل واحدة دير على حسب المتوفر التحليات قلب اللوز سحور بسيسة بالطمر مشروبات قازوز ثمانية وعشرين افريل قدرت سوب بالخوضر زيد كسرار خساس كنت كمتو جوغ نكوبي وهذي الشرباتي عدو جوغ الطبق الرئيسي زيد فريت زيد فريت زيد سلطة التحليات فلانس صحور مسفوف باللبل المشروبات عاصر الـ 29 افغيل حريرة زيد مطلع الطبق الرئيسي لبولات تاع السردين أو كريات السردين بسوس الطماطم زيد بوراك زيد سلطة عرز التحليات تيراميسو الصحور بريوش بالحليب زيد التمر المشروبات و المشروبات شربات 30 افغيل كنت كمتو جوغ تقعد الحريرهية و المطلع هو الطبق الرئيسي مقابلة تكريب مالح محشي محشيوه بالحاجة اللي متوفرة عندكم زيد ديف خيت زيد سلطة التحليات الزلابية صحور بسيسة زيد تمر المشروبات انغازوز ماء بإذن الرحمن شربة فرميسال زيد خبز الطارس او افغيل النهار السوب طبق الرئيسي كيش بالتونة زيد حميس زيد بوراك زيد سلطة الزلابية ثاني ماء سوب بالخضر زيد كسرار خساس الطبق الرئيسي بطبوط معمر زيد قراطان البطاطا في الفرن التحليات كيكت الشوكولاتة السحور فواكه المشروبات زيد حليب المشروبات شربات 3 ماء 3 ماء شربة فريق طبق الرئيسي بيتزا الميكلاتي موجودة في القناة ناجحة مليون في المياه غير بالميكلات اللي ما عندهاش الفرن ناجحة مليون بالمياه الميكلاتي موجودة في القناة تجربوها اردو عليها زيد بوراك زيد فريد زيد سلطة تحليات قلب اللوز الصحور بسيسة بالتمر ومشروبات غازوز 4 ماء أو 4 ماء شربة فريق زيد مطلوع كما كنت لكم اللي بكات من الثالث ماء طبق الرئيسي طبيقة تعستردين زيد فريد زيد سلطة تحليات تيغاميسو الصحور صلطة فواكه المشروبات عصير الخامس من ماء سوب بالخضر زيد خبز الضار الطبق الرئيسي معكودة زيد سوفل زيد حميس تحليات زلبية الصحور بسيسة بالتمر مشروبات شربات لوسي ماء حريرة زيد مطلوع الطبق الرئيسي كريب مالح محشي زيد فريد زيد سلطة تحليات بسبوسة الصحور فواكه المشروبات غازوز السابع من ماء حريرة زيد مطلوع تعيومين طبق الرئيسي مقبلات زيد طاجين جبن زيد سلطة التحليات فلان صحور مصفوف زيد البن المشروبات عصير ثمين من ماء شربة فرميسة زيد كسرار خساس طاجين طاجين الجلبانة زيد بورك زيد سلطة التحليات كيكت شوكولة الصحور صلطة فواكه وغازوز تسع من ماء شربة فريك زيد مطلوع طبق الرئيسي بطبط محشي زيد حميس زيد بطاطا في الفرد التحليات تيغاميسو الصحور بسيسة زيد تمر زيد حليب المشروبات شربات العاشر من الماء شربة فريك زيد مطلوع الدوجوخ الطبق الرئيسي زيد المقبلات بورك زيد طاجين الجبن أو طاجين تونسي زيد سلطة تحليات فلان الصحور بريوش بالحليب والمشروبات عصير هادو هما بقوي يومين يعني الأخيرين وتقدرو يعني تزيدو بتنوعوه في الأطباق كين ضلما كين طاجين الزيتون كين ليفولوفوا كين طاجين الحلو كين على بالي يلي كين بزث اطباق بزث اطباق ولكن اعتمد More الاطباقلي تكن في متناول جامع اللي عنده ولي ما عندوش على بالي يلي كين بزoiriary اطباق نقدر نضيفهم هنا كما الدور ما تاني تقدرو تضيفوا ها ولكن اعتمد الأشياء اللي تكون في متناول جميع باللي عندو باللي ما عندوش يقدر يدي أفكار من اللي بخونقام هذا وإي سيو يعني في الأيام الأخيرة أنكم تخففوا تخفوا عليكم يعني البرنامج يعني تدرو حاجة خفيفة على بالكم باللي كان الميناج كان الحلويات كان بزاف حويج ولازمنا يعني يعني الهدف من رمضان مش غير الأكل فقط الهدف من رمضان العبادة يعني كسب الأجر هذا هو الهدف من رمضان على بالي تقولوا لي باللي رانا كسبين الأجر في الأشياء اللي رانا نحضره بين سيخ كتكون طيب استغفري الأذكار ما تستغنيش عليهم ولكن حتى العبادات عندها الأجر تاحها ورح نتحسبوا عليها لكن تبعوا غير نطيبوا والعبادات يعني وقراءة القرآن صرته يعني الصلوات في وقتها هذا الأهم الصلوات في وقتها رح ينتحسبوا عليها سيفغي الماكلان نطيبوا ولما نطيبوش نطيبوا عندنا أجر ما نطيبوش ما رحيش نتحسبوا ولكن الصلاة تصلي عندك الأجر تاعك ما تصليش عندك ذنب وفقط والمهم كان هذا هو البرنامج اللي اقترحت عليكم لشهر رمضان لسنة 2021 ربي تخلو علينا بالصحة وبلهنا وبكل ما تمنيتو يا رب إن شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين اللهم قدرنا على صيامه وقيامه يا الله والآن لحقنا لا فنت على فيديو تعلية اليوم لكن أعجبكم البروغرام التاعي اللي بغتاجيت معاكم منها تعلية اليوم نزيتي بات بغتاجيوه مع أحباباتكم وتخليوا لي الكومنتر وش عجبكم ولا تعطيوني في الكومنتر اوسي اقتراحاتكم يعني باش اللي يدخلي يشوفوا يقدر يقرأ التعليق ويقدر يدي أفكار أكتر وبهذا نكون وصلنا حبيباتي إلى نهاية الفيديو والآن مبقرر نقول لكم تهلا في رواحكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله بسلام عليكم باي باي